اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكلام ما بخصتك دكتور انت كافر اذا قتلك المسلم لا يعاقب بالقتل ولكن اذا قتل كافر كافر يعاقب بالقتل قال صلى الله عليه وسلم لا يقتلوا مسلمون بكافرين لان المسلم يقتل فقط في ثلاث حالات وان لا نعلمه يحل دم رجل مسلم من اهل القبلة الا باحت ثلاث حالات رجل كفر بعد اسلامه فعليه القتل او زن بعد احصانه يعني كان متزوج فعليه الرجم او قتل متعمدا فعليه القوت يعني لا عقوبة على قاتل الكافر امبلا امبلا دكتور الاسلام دين حق وعدل يا اخي شوال حكي طبعا طبعا وشو عقوبته اذا المسلم قتل الكافر عن طريق الخطأ يدفع الدية تبعه يعني ثمن الدم ودية الكافر يعني ثمن دمه هو نصف دية المسلم يا عيني يا عيني على دين الحق والعدل خليني كفي لك يا دكتور اذا كان القاتل عمدا وعدوانا ممكن الحاكم يرفع الدية وبتصير نفس دية المسلم طيب اذا كان قاتل المسلم بيروح على جهنة معناتها نصف الامة الاسلامية بجهنة ليش دكتور ليش لانه من 1400 سنة والحد اليوم بتدبحوا بعضكم ايه ايه بس هات قتل غير متعمد دكتور ايه لعمى بقلبك شو انك ناكر للحقائق ومنافق دكتور ما بدك تعرف شو معنى فساد في الارض لا خليها للجلسة القادمة تفاهى الله اليوم ايه على راسي دكتور متل ما بدك